بسم الله الرحمن الرحيم أنهت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا اختيار مراقبها العام بعد انتهاء فترة مراقبها السابق حيث أجرى مجلس شورى الجماعة في مدينة إسطنبول انتخابات الخميس الماضي وفاز بها الدكتور محمد حكمة وليد التصويت جرى وسطا تعتيم إعلامي وتنافس فيه وليد مع رئيس مكتب الشباب في الجماعة حسام الغطبان والذي عين نائبا للمراقب العام بعد إعلان النتيجة بساعات طبيب العيون محمد وليد من مواليد قرية سلمة في اللاذقية عام 44 من القرن الفائت وعمل في الفترات الأخيرة في المملكة العربية السعودية ولديه العديد من المؤلفات الأدبية والقصائد الشعرية كما يرأس المراقب الحالي الحزب الوطني للعدالة والدستور أو ما يتم اختصاره بحزب وعد ومن المتوقع أن يستقيل من رئاسته لهذا الحزب المحسوب على الجماعة خلال الأيام القادمة وخلف محمد حكمة المراقب السابق محمد رياض شقفا من حمالي يكسر التقليد الذي فرضته الظروف على الإخوان منذ الثمانينات أن يكون المراقب العام إما حمويا أو من حلب الناشطون والمتابعون السوريون المؤيدون للجماعة أو المعادون لها إديولوجيا علقوا على وصول المراقب الجديد بأن سنه الكبير لن يغير من سياسات الإخوان وأن استلام الكهول لزمام الإدارة في كثير من مؤسسات المعارضة أصبح سمة تطبع الثورة السورية